كلنا يمكن من ضمن اللي انت بتقوليه تابعنا باهتمام كبير من امبارح الترشيحات الخاصة بالسادة الوزراء الجدد اللي حيقده اليمين الدستوري النهاردة امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وده وفقا لمصادر حكومية مطلعة لقناة اكسترا نيوز امرز الترشيحات دي شاملت اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم حقيبة الهجرة الى وزارة الخارجية شاملت ايضا اختيار الدكتور اسامة الازهري وزيرا للأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي كان فيه ترشيحات كثيرة بالفعل يا مصطفى ومن ضمن الترشيحات دي كمان اختيار الدكتور شريف الشربيني وزيرا للإسكان واحمد كوجوك وزير للمالية واختيار شريف فاروق وزير للتموين وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية ولو ركزنا هنا هنلاحظ ان فيه دمج العدد من الوزارات زي مصطفى كان لسه بيقول وزارة الخارجية ينضم لها حقيبة الهجرة وده في اطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير سياسات الحكومية لمواكبة التحديات اللي بتواجه الدولة وفيه عدد من الوزارات تم اضافة لهم حقائب جديدة عايز اقول لك ان ده برضو نتاج للحوار الوطني اللي تم واللي شمل اراء عدد كبير من القوى السياسية من الاحزاب من الشخصيات العامة من الاكاديميين من الاعلاميين من الحقوقيين الحوار الوطني اللي كانت نتيجته اختيارات ربما حتصب ايضا في نتاج الحكومة الجديدة طبعا اولويات الحكومة الجديدة حتركز على عدد كبير من الاهداف منها الحفاظ على محددات الامن القومي المصري في ضوء التحديات الاقليمية والدولية منها ايضا تعزيز ما تم انجازه في ملفات الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب منها ايضا وضع ملف بناء الانسان المصري على رأس قائمة الاولويات مبادرة حياة كريمة طبعا وخصوصا فيما يتعلق بملف زي ملف الصحة او ملف التعليم مبادرة التأمين الصح الشامل او ما يحدث في ملف التعليم طبعا ده غير تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني وفيما يتعلق ايضا بالوزارات الدينية تطوير الخطاب الديني المعتدل اللي حيأت على رأس قائمة اولويات هذه الوزارات يعني كمان من القطاعات المهمة جدا واللي هيتم التركيز عليها بشكل كبير في الفترة اللي جاي مصطفى هي القطاعات الاقتصادية اللي هيكون الاهتمام هيكون كبير جدا بيها في الفترة الجاية الحكومة جديدة ستعمل على مواصلة مصار الاصلاح الاقتصادي وتحقيق تطوير شامل لكل القطاعات غير التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادة دور القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الاسعار والتدخم وضبط الاسواق النهاردة هنتابع مع حضراتكم كل التطورات الخاصة بملف التشكيل الوزاري الجديد في خلال الحلقة فتبعونا مرة تانية بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر